الفصل الثامن القياس الأشكال الثنائية الأبعاد والثلاثية الأبعاد الدرس الأول في هذا الفصل هو مساحة المثلث وشبه المنحرف فلنبدأ بمساحة المثلث نستطيع إيجاد مساحة المثلث بهذا القانون ميم أو المساحة تساوي نصف القاعدة في الارتفاع ونأخذ مثلا هذا المثلث حتى نحسب مساحته نقيس طول القاعدة إذا قسناها نجدها 5 سنتيمترات ثم نقيس طول الارتفاع أين الارتفاع هنا؟ نأتي للرأس المقابل للقاعدة ثم نسقط عمود على القاعدة بهذه الطريقة أصبح هذا هو الارتفاع نقيس طوله فنجده 4 سنتيمترات إذن نعود في القاعدة مساحة هذا المثلث ستساوي نصف في القاعدة والتي هي 5 فالارتفاع والذي هو 4 إذا حسبناها سنجدها 10 سنتيمتر تربيع لأننا نحسب المساحة فتكون الوحدة مربع ضربنا سنتيمتر في سنتيمتر فأصبح النادج سنتيمتر تربيع أما مساحة شبه المنحرف فنحصل عليه بالقاعدة المساحة تساوي نصف في الارتفاع مضربة في القاعدة الأولى زائد القاعدة الثانية مشابه لقانون مساحة المثلث انظر نصف ارتفاع ارتفاع هنا قاعدة هنا نجمع طول القاعدة الأولى والقاعدة الثانية ونأخذ مثالا هذا شبه المحرف نقيس طول قاعدته الأولى فنجدها ثمانية سنتيمترات ثم نقيس طول قاعدته الثانية فنجدها خمسة سنتيمترات الآن نحتاج الارتفاع كيف نحصل الارتفاع نأتي من هذا الرأس ونسقط عمودا على القاعدة بهذه الطريقة نقيس طوله نجده اثنان ونصف سنتيمتر نعود الآن في القانون المساحة تساوي نصف في الارتفاع الارتفاع ثمان ونصف ثم نجمع القاعدة الأولى زائد القاعدة الثانية ثمانية زائد خمسة نحسبها ثمانية زائد خمسة بثلاثة عشر ثلاثة عشر زائد اثنان ونصف خمسة عشر ونصف نقسمها على اثنين نحصل على ستة عشر فاصلة خمسة وعشرين سنتيمتر مربع الدرس الثاني هو درس محيط الدائرة ولنبدأ بتعريف الدائرة الدائرة هي مجموعة النقاط هذه والتي تبعد البعد نفسه عن مركز الدائرة أي أنني إذا أتيت من هذه النقطة وقست المسافة إلى مركز الدائرة ولو أخذت هذه النقطة قست المسافة من هنا إلى مركز الدائرة فأني سأجد أن هاتين المسافتين متساويتين تماماً ولو أخذت أي نقطة على سطح هذه الدائرة وقست المسافة إلى المركز سأجد المسافة نفسها دائماً وهذه المسافة من سطح الدائرة إلى المركز أسميها نصف القطر ولو رسمت قطعة مستقيمة من أي نقطة على الدائرة تمر بالمركز فإنني أسمي هذه القطعة المستقيمة كاملة القطر إذن لدينا مركز الدائرة المسافة من المركز إلى سطح الدائرة نسميه نصف القطر وهذه القطعة المستقيمة التي تقطع الدائرة وتمر في مركز الدائرة أسميها القطر هذه الدائرة إذن ما هو محيط الدائرة؟ محيط الدائرة هو هذه المسافة على الدائرة إذا مشيت على هذه الدائرة حتى أكمل دورة كاملة أسمي هذه المسافة محيط الدائرة وكيف أحصل على محيط الدائرة؟ محيط الدائرة أرمز له بالرمز مح يساوي طه في قاف والذي هو قطر الدائرة طه في قاف وما هي طه؟ طه هي العدد الطبيعي والذي قد نرمز له بالرمز باي وهذا الرمز الأغريقي نسميه باي ويساوي تقريبا ثلاثة فاصلة أربعة عشر إذن حتى نحصل على محيط الدائرة على هذه المسافة التي على الدائرة نضرب باي أو طاء الذي هو ثلاثة فاصلة أربعة عشر في قاف في القطر في طول هذه القطر المستقيمة القطر لكني أعرف أن القطر يساوي اثنين في نصف القطر نق الذي هو نصف القطر إذن إذا عوضت بدل القاف هنا باثنين نصف القطر أصبح لدي محيط الدائرة يساوي اثنين في طاء في نصف القطر اثنين في نصف القطر سيصبح لدي القطر كامل إذن أستطيع أن أستخدم أي من هذين القانونين حتى أحصل على محيط الدائرة نأخذ مثلا مثلا هذه الدائرة والتي نصف قطرها أربع متر ما محيطها؟ محيطها أو مح سيساوي لدي هنا نصف القطر إذن أستخدم هذا القانون اثنين في طاء في نصف القطر اثنين في طاء والتي هي ثلاثة فاصلة أربعة عشر في نصف القطر والذي هو أربعة إذا حسبتها سيكون الناتج خمسون وعشرون فاصلة إثنى عشر متر المحيط بالمتر لأنه عبارة عن طول هذا محيط الدائرة لكن ماذا عن مساحة الدائرة؟ مساحة الدائرة وجدها بالقانون ميم أو مساحة الدائرة تساوي طاء الذي هو العدد الطبيعي في نصف القطر نق تربيع هذا قانون مساحة الدائرة ولنأخذ مثالا هذه الدائرة مثلا نصف قطرها اثنى عن سنتمتر إذن كي أوجد مساحتها أطبق هذا القانون طاء والذي هو ثلاثة فاصلة أربعة عشر في نصف القطر تربيع نصف القطر هو اثنين وربعه إذن المساحة ستساوي ثلاثة فاصلة أربعة عشر في اثنين تربيع بأربعة إذا ضربتها سأحصل على اثنى عشر فاصلة ستة سنتيمتر مربع لأن هذه مساحة فأستخدم سنتيمتر مربع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر